يا مرحبا فيكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة عن جديد إن شاء الله فيديو سريعا عن أجمل العطور النسائية والرجالية يلي مرأت معي من ضمنها رح نحكي بس عن عطرين لمحمد دخل الله لكتاليا برفيومز هو العطر الأول الرجالي Touch the Sky سري فترة بدي أعمل له ريفيو بس ولدي الوقت هو اللي أنا أصرت أصرت فيه هذا من العطور اللي كلاسيكية بتروح للعطور الرجالية الشباب اللي بحبوه العطور اللي كلاسيكية الفخمة عطر خشبي يفتتح بالروزماري والورد والبيمينتو بصراحة ما بعرف شو البيمينتو يعني ما بالعربي ما بعرف شو ترجمتها بالميدل نوت عنا السوسن والياسمين والنيرولي وبالبتم أو بالقاعدة موجود عنا السندلود يعني خشب السندل والبتشولي والفيتفر والسدار والنوت الخشبية العطر بالبداية بنشم في بذكرني بريحة أول شيء أقلام الرصاص وبعدين بيبلش يفوح العطر ليعطيه رائحة رجولية بامتياز بصراحة العطر يعني دوامه طويل وجميل بعد أربع ساعات تقريبا من تجربتي لأقوله يمكن يكون هو فوح أكتر من هيك بس من تجربتي لأقوله بعد أربع ساعات بيعمل يعني دراي داون بصير بيعطينا النوت الخشبية الفخمة يلي مختلطة مع خشب السندل ونجيل الهند هذا بالنسبة للعطر الرجالي بنصحكم فيه تجربوا أو تطلبوا يعني تتواصلوا مع الأخ محمد تطلبوا سامبلز أو شيء ما بعرف يعني شلون بتكون الألية أما بالنسبة للعطر النسائي الرائع يلي بصراحة ضل على جلدي أكتر من 14 ساعة وأنا شمه يلي هو ميدنايت ستوكهون هذا العطر ميدنايت ستوكهون علبة فخمة وموجود فيها الورق الزبدة يلي بغطيها مكتوب عليها كاتاريا برفيون العلبة من جوة فوم على قد الأنينة تطبق الأنينة فيه بصراحة من أجمل العطور النسائية يلي إليها ثبات واللي بنصح الناس أو سيدات اللي بيحبوا العطور السابتة والفواكهية يعني اللي فيها لمسة الياسمين مع الفواكه بشم فيها بالافتتاحية الرائحة الدراق أو الخوخ يعني خلينا نقول ببعض البلدان بتسموه بالمغرب العربي بعتقد بسموه البركوق أو أو نكتارين بشم فيها النوتة بس هي معنا معلونة بالنوتات طبع العطر النوتات التجارية يفتتح بالياسمين والأسمنتوس وبالقلب عنا النرسيسوس والروز والتيوب روز يعني نوتة وردية بكل المقاييس في عنا كمان بالقاعدة السيدار وود يعني خشب السيدار والفيتفر اللي استغربته بهذه النوتات التجارية اللي موجودة وجود الفيتفر بعطر نسائي يعني عاطيه الصبغة الخشبية حتى يعني عاطيه تفرد برائحته بصراحة صلي زمان ما شمت مثل هاي الريحة هلأ من شبيهات اللي حست بتشبهها اللي هي البلوم من جوتشي ولكن هذا ثباته أكتر بكتير يعني لا يقل لا يقل عن 14 ساعة ضل على إيدي حتى يعني ما حطيته على تيابي حطيته على إيدي شميته من أجمل العطور راح أترك لكم تحت الفيديو بالوصف لينك تبع الويب سايت وانتوا جربوا وشوفوا يعني ما تشتروا على العمياني ولكن وما تقولوا محمد يعني عم متفشنا لنشتري أبدا ما هيك الصيغة ولكن يعني أنا دايما بدعوكم جربوا قبل الشراء ولكن هاي من العطورات من خلال تجربتي العطر النسائي رائع جدا بسباته العطر الرجالي فخم كلاسيكي خشبي أروماتيك يعني من العطور الجميلة اللي صلي فترة يعني عم جربها لحتى أعملها ريفيو ومن العطور الجميلة اللي صلي فترة كمان من الأليل أنه أنا شم شيء يعني شوي غريب عن العطور الموجودة بالسوق هيك كان معنا الفيديو لليوم محبتي لألكم دايما كتير كبيرة وإن شاء الله الفيديو قادم إن شاء الله يمكن يجي بعدها نحكي فيه عن العطور الشبيهة بعطور البراندات وأسعار اقتصادية للرجال بعد ما حطينا الفيديو الخاص بالنساء محبتي لألكم بمان الله محبتي لألكم بماناتي